بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخوان الطلاب وأخوات الطالبات في التعليم المستمر للصف الأول الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى عن درس جديد ألا وهو درس صفة الغسل ولكن إخواني وأخواتي تعودنا قبل أن نبدأ أي درس جديد أن نسترجع وإياكم أهم العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي وسبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن الأغسال المستحبة وذكرنا جملة من هذه الأغسال المستحبة وأولها وأكدها هو الإغتسال لصلاة الجمعة فإن الإغتسال لصلاة الجمعة هو آكد الأغسال المستحبة والتي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وثاني الأنواع التي ذكرناها هو الإغتسال عند الإحرام بالحج أو العمرة فحينما يريد الإنسان أن يحج أو يعتمر فإذا أو قبل أن يدخل في النسك وقبل أن يلبس ملابس الإحرام ينبغي عليه أو يستحب له أن يغتسل ويتنظف ثم بعد ذلك يدخل أو ينوي الدخول في النسك الثالث الإغتسال بعد تغسيل الميت فقد سبق أن ذكرنا أن غسل الميت إذا مات وجب على المسلمين أن يغسله والذي يغسله يستحب له بعد ذلك أن يغتسل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب إذن هذه أبرز العناصر التي مرت معنا في الدرس الماضي والآن ننتقل إلى درسنا الجديد والذي سيتحدث عن صفة الغسل نحن عرفنا موجبات الغسل وعرفنا مستحبات الغسل والآن سنأخذ صفة الغسل للغسل صفتان صحيحتان إذن الغسل له صفتان صحيحتان ولكن إحداهما أفضل من الأخرى إذن هناك صفتان ولكن إحدى هاتين الصفتين أفضل من الأخرى الصفة الأولى وهي ما تسمى بالغسل الكامل بالغسل الكامل الغسل الكامل هذه هي الصفة الأولى للغسل الصفة الأولى للغسل والغسل الكامل هو الموافق للسنة وهو أفضل الصفتين إذن الغسل الكامل هو الموافق للسنة وهو أفضل الصفتين وكيفيته على النحو التالي أولا يسمي بقوله بسم الله بعد أن يسمي ماذا يفعل يغسل كفيه ثلاثا يغسل كفيه ثلاثا بعد أن يغسل كفيه ثلاثا يغسل فرجه بيده اليسرى لماذا لا يغسل باليمنى تكريما لليد اليمنى فالأولى غسل الفرج باليد اليسرى ثم يغسل يده بعد ذلك إذن هذه الخطوة الثالثة الخطوة الرابعة يتوضى وضوءا كاملا كأنه سيصلي يتوضى وضوءا كاملا بعد أن يتوضى وضوءا كاملا يحث الماء على رأسه ثلاث مرات ومعنى يحث الماء يعني يصب الماء على رأسه يصب الماء على رأسه ثلاث مرات يعني يصبه المرة الأولى ثم يخلل بأصابعه بين شعر رأسه ثم يصب المرة الثانية ويخلل بأصابعه شعر رأسه ثم المرة الثالثة ويخلل بأصابعه شعر رأسه هذه هي السنة إذن يحث الماء على رأسه ثلاث مرات يخلل أصول شعر الرأس في كل مرة ولماذا يخلل أصول شعر الرأس حتى يتأكد من وصول الماء إلى الرأس كاملا وإلى أصول الشعر لأنه لو صبه هكذا من دون تخليل للشعر لربما لم يصل الماء إلى بعض شعر الرأس وهنا يكون الغسل ناقصا لكن حتى يكون الغسل كاملا فإنه إذا صب الماء على رأسه خلل بأصابعه شعر رأسه حتى يتأكد من وصول الماء إلى الرأس كاملا ثم في الخطوة الأخيرة يعم جميع بدنه بالغسل يعم جميع بدنه بالغسل ويبتدئ بالجانب الأيمن ثم الأيسر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في شأن الطهارة يبدأ باليمين ثم اليسر إذن هذا أو هذه هي صفة الغسل الكامل يسمي يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه بيده اليسرى ثم يغسل يده ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يصب الماء يحثو الماء على رأسه ثلاث مرات وفي كل مرة يخلل شعر أو أصول شعر الرأس بأصابعه ثم آخرا يصب الماء على جسمه كاملا يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر هذا أو هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال وهذا هو الغسل الكامل والموافق للسنة أما الصفة الثانية وهي الغسل المجزئ الغسل المجزئ والغسل المجزئ أن يعم جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق إذن المجزئ أن يصب الماء مباشرة على جسمه كاملا ويتمضمض ويستنشق هل يكفيه هذا؟ نعم يكفيه هذا ولكن السنة هي ما ذكرناه في الصفة الأولى وهي ما يسمى بالغسل الكامل أما هذه فتسمى بالغسل المجزئ وتجزيه بإذن الله عز وجل ولكن من أراد السنة فليفعل الصفة الأولى نأتي الآن إلى ما يحرم فعله على المحدث حدثا أكبر يحرم ما يحرم فعله على المحدث حدثا أكبر بمعنى أن الإنسان إذا كان عليه حدث أكبر من الجنابة أو نعم من الجنابة فإنه تحرم عليه بعض العبادات وهذه العبادات أولاها الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل والثاني الطواف بالبيت فلا يجوز له أن يطوف بالكعبة حتى يغتسل والثالث مس المصحف والثالث هو مس المصحف فلا يجوز له مس المصحف حتى يغتسل والرابع هو قراءة القرآن الكريم قراءة القرآن الكريم ومعنى هذا أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من حفظه ولا من الجوال ولا من المصحف ولا بأي شكل كان لأنه يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل هذا خاص بالجنب خاص بالجنب لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل سواء من حفظه أو من غيره أيضا من الأشياء التي يحرم فعلها على المحدث حدثا أكبر الجلوس في المسجد بمعنى أن يأتي للمسجد ثم يجلس فيه فهذا يحرم على الجنب حتى يغتسل إذن ما يحرم فعله على المحدث حدثا أكبر خمسة أمور الصلاة الطواف بالكعبة مس المصحف قراءة القرآن الكريم والجلوس في المسجد نأتي الآن إلى الحيض والنفاس الحيض والنفاس وهما خاصان بالمرأة يعدان حدثين أكبرين وما هو الحيض وما هو النفاس الحيض هو دم طبيعي يخرج من المرأة في أوقات معلومة يدل على ماذا؟ يدل على بلوغها وأقل مدته يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ستة أو سبعة أيام باختصار إذن دم الحيض دم طبيعي يخرج من المرأة في أوقات معلومة أقله يوم وليلة بمعنى أن المرأة ربما تطهر في يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما والغالب ما بين ستة إلى سبعة أيام أما النفاس هو خروج الدم المحتبس في رحم المرأة بسبب الحمل عند الولادة فإذا خرج منها هذا الدم طبعا هو سيخرج من المرأة بعد الولادة هذا الدم ويسمى بالنفاس ومدة النفاس أربعون يوما وإذا رأت النفساء الطهر قبل ذلك وانقطاع الدم وجب عليها الغسل وأبيح لها ما حرم عليها بسببه إذن المرأة النفساء حينما يخرج منها هذا الدم بعد الولادة فإنها تمكث أربعين يوما حتى ترى الطهر ولكن ربما ترى الطهر قبل ذلك يعني ربما تطهر في خمس وثلاثين يوما في ثلاثين يوما في أقل في أكثر ولكن في الغالب أن مدته أربعين يوما فإذا رأت الطهر بعد ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما كان محرما عليها قبل ذلك إذن هذا ما يتعلق بالحيظ والنفاس والآن ننتقل إخواني وأخواتي إلى التقويم ونتشارك سويا في حله في السؤال هنا نريد أن نبين صفة الغسل الكامل فنقول أن صفة الغسل الكامل أن يسمي أولا أحسنتم ثم يغسل كفيه ثلاثا ثم يغسل فرجه بيده اليسرى ثم يغسل يده بعد ذلك ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحث الماء على رأسه ثلاث مرات ويخلل أصول الشعر بأصابعه ثم يعم جميع بدنه بالماء يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر إذن هذا هو صفة الغسل الكامل وبهذا إخواني وأخواتي نكون قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم وبإذن الله تعالى نلتقيكم في دروس قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته